لو الحكاية فيها إنّا ذيكي أو بتعمل نشاطه إنّا ما عندكش الملاعب فعلاً اللي تقوم عليها فإحنا بنحاول نمشي بالتوازن إنشاء ملاعب جديدة تخدم خطة النشاط اللي هي دولة ملاعب الشهر تمام طب خطة الملاعب إنشاء الملاعب إنّا عندنا ملاعب شغالين فيها بقالنا فترة طويلة إن شاء الله خلال سنة 2014 هنسلم أكثر من 1500 ملعب ملعب صناعي خماسي وضاء و50 ملعب قانوني لما دقنا فيهم دوقات كلهم وقبل نهاية ديسمبر إن شاء الله 2014 هنسلم الدولة خمسين ملعب قولة قدم قانوني بالنهيل الصناعي بالوضاء ولي تبقى بني أساسية وضاف ملاعب الدولة لإنّا هي الملاعب ملعب الصناعي ما بتحتاجش السيانة كتيرة بتقدر تستمر 10 أو 12 سنة بدون أي مشكلة الناس تقدر تلعب عليها عدد ساعات طويلة كده في اليوم ممكن تلعب عليها الولاد 10 أو 13 ساعة كده في اليوم بدون أي سنة هذه حاجة مهمة جدا وهو إحنا ممكن تلعب ماتش الساعة 11 الساعة 2 تقدر تلعب ماتش تاني الساعة 5 يلعب ماتش تاني إلا انت استفدت كمان أكتر جبنية ممكنة من العبوبة يلعب علي الملعب tena طب بالنسبة يا سامعان الوزير فريل التحاد السكندرية حضرتك سمحتله أنهم يتضربوا يلعبوا على ملعب المدينة الجامعية بسكنة الشبابية بأبو كير لازم يبعفيتها كامل ما بين وزارة الشباب ووزارة الرياضة اللي إنجاح المنظروف للكرة في مصر اي حد بيلعب كرة قدر في مصر هو من الشباب الشباب هو طبع نادي او طبع ملك الشباب كلهم جمبنى نادي تحسكندريك نادي بلير يعني زي من اكبر نادي بحافظة اسكندرية العاصمة التانية اللي وصل لانه يدخل انه هو عايز يتمرن على ملعب الملك السببية وطعا من الحوافق نادي اي وادي نادي تحسكندريك نادي بلير كمام شكرا مع الوزير